السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفرجار والطريقة التانية باستخدام الاشعة والطريقة التالتة باستخدام الاقواس المتقاطعة طبعا كل طريقة يعني لها خطوات مختلفة نتعلمهم مع بعض النهاردة وان شاء الله لو في وقت معنا نطبق الكلام دوت على رسم الاستوانة كمان تعالوا معايا كده نبص على الشاشة ونمشي خطوة خطوة ونعرف اول طريقة رسم القطع الناقص بطريقة الفرجار وطريقة الفرجار اللي هو البرجة يعني. تعالوا نبص كده مع بعض على الخطوات. عندي اول خطوة احنا بنقول هنرسم القطع الناقص. اذا كان طول القطر الاكبر اتناشر سنتيمتر. والقطر الاصغر تمانية سنتيمتر. فطبعا اول حاجة هرسم القطر الاكبر. وهنرسمه بخط خفيف كده. وهنسميه A B. طول القطر دوت كام? اتناشر سنتيمتر. زي ما في المثال معي. بعد كده بنصف طبعا القطر الكبير دوت. وارسم القطر التاني الصغير اللي هو التمانية سنتيمتر عمودي عليه. يعني معنا كده يبقى اربعة سنتيمتر لفوق واربعة سنتيمتر لتحت. بالشكل ده. طبعا هيتقاطع معاه. وهنسميه C D. يبقى كده انا رسمت القطرين متعامدين. زي ما احنا شايفين. وناخد بالنا طبعا احنا رسمونهم بخطوط ايه? خفيفة شوية. في خطوط طبعا كتير هنرسمها. اسمها خطوط مساعدة تبقى خفيفة. والخطوط الاساسية هي اللي هتبقت ايه? لها انتقل عليها. الخطوة اللي بعد كده. طبعا زي ما احنا شايفين الكطرين تقطع مع بعض. في نقطة هنسميها O. هاجي بقى الخطوة اللي بعديها. اخد بالبرجل المسافة بتاعة نص الكطر الصغير. واركز في النقطة A. وارسم كوس صغير كده. يقطع الكطر الكبير في النقطة اللي هنسميها H. يبقى تاني. اخدت المسافة اللي هي تساوي نص الكطر الصغير اللي هي من O ل C. اللي هي تساوي كام? اربعة سنتيمتر. على حسب المثال اللي معانا. ما هالكطر الكبير كله? تمانية سنتيمتر. يبقى نصه كام? اربعة سنتيمتر. اخدت المسافة من O ل C. اللي هي نص الكطر الصغير. وركزت بالبرجل في النقطة A. وقطعت الكطر الكبير في النقطة H. طب الخطوة اللي بعدها هبدأ ارسم مسلس على الضلع او القطعة المستقيمة اللي هي O H. طب ازاي? بالبرجل برضو. هاخد المسافة بالبرجل من O ل H. واركز مرة في H. وارسم كوس لأعلى. وبعدين اقف النحية التانية. في النقطة التانية اللي هي O بنفس المسافة. وقطع القوس اللي انا رسمته. وبعد كده اوصل النقطة دي مع النقطة H. ها? ووصلها بالنقطة O. يبقى انا كده حصلت على ايه? مسلس متساوي الاضلاعة. طيب بعد كده باقيم عمود بنزل بعمود كده من رأس المسلس. اهو. على الكطر الكبير. وهنسميها النقطة N. يبقى انا دلوقتي رسمت مسلس على القطعة المستقيمة اللي هي O. بالبرجل زي ما اتفقنا. خدت المسافة دي بالبرجل. وركزت مرة في النقطة H. وعملت رسمت كوس لأعلى. وبنفس الفتحة ركزت في النقطة O. وقطعت الكوس الاول. حصلت كده على رأس المسلس. وصلتها بالنقطة O. والنقطة H. حصلت كده على مسلس متساوي الاضلاع. بعد كده بنزل زي ما قلت من رأس المسلس بعمود. يقطع لي القطعة O في النقطة N. هركز في النقطة N بالبرجل برضو. وافتح البرجل لحد فين? لحد رأس المسلس فوق. وارسم كوس زي ما احنا شايفين كده. يقطع لي الكطر الكبير ها? في النقطة M1. طيب. هياخد بقى المسافة دي. اللي هي من O ل M1. وارسم نقطة تانية زيها بالبرجل. على اليسار. اهي بالشكل ده. يبقى انا اركز في النقطة O. وافتح البرجل لحد النقطة M1. وبعدين اركز في النقطة O. وارح ارسم كوس الناحة التانية زيها. يبقى كده انا رسمت او حددت النقطة M2 على نفس المسافة. على نفس البعد بتاع النقطة ايه? M1. النقطتين دول بقى. هنرسم منهم زوايا ستين درجة. لأعلى. ها? والاسفل. يعني ايه? بالمسلس. بالزاوية ستين درجة. واجي عند النقطة M1. وارسم زاوية ستين درجة. بالشكل ده. وبعدين. اركز او بالمسلس. اقف في النقطة التانية اللي هي عندي M2. وارسم زاوية ستين درجة برضو. ها? بالشكل ده. ناخد بالنا. الخطين اللي انا رسمتهم. تقاطعوا مع بعض فوق. في النقطة هنسميها X1. زي ما رسمت الزاويتين دول. هرسم زاويتين تاني زيهم بس الاسفل. طيب. يبقى بالمسلس برضو. بالزاوية ستين درجة. ونقل بالمسلس لتحت. وارسم الزاوية ستين درجة ايه? لاسفل. من عند النقطة M1 برضو. طيب. وبعدين. عند النقطة M2. هرسم زاوية ستين درجة. لأسفل. بالشكل ده. هيتقاطع برضو الخطين اللي انا رسمتهم. الزاويتين. في النقطة هنسميها X2. ناخد بالنا بقى. كده انا حصلت على اربع نقط مهمين. M1 و M2. و X1 و X2. النقطة دي هي اللي انا هركز فيها بالبرجل. وارسم الكتع الناقص بتاعي بالبرجل. يعني ايه? اركز في النقطة M1 بالبرجل. وافتح البرجل لحد النقطة A. وبعد كده ارسم كوس. ها? يقطع لي الزاويتين اللي انا رسمتهم. او بالشكل ده. وبنفس الفتح. هروح اقف عند النقطة M2. يعني من M2 لB. ما هي نفس المسافة برضو. هي تساوي نفس المسافة من M1 الى النقطة A. هركز بقى في النقطة M2. ولحد النقطة B. وارسم برضو كوس. ها? يقطع لي الزاويتين اللي انا رسمتهم. بالشكل ده. طيب الخطوة اللي بعدها. اركز في النقطة X. اللي هي اتنين. اللي هي اللي تحت. وافتح البرجل لحد النقطة C. اللي هي بداية الكتر الصغير. من فوق. وارسم كوس. هلاحظ بقى ان الكوس دوت هيعمل ايه? ها? هيوصل ما بين الكوسين اللي انا رسمتهم. اللي على اليمين واللي على اليسار. نفس الخطوة هكررها تاني. بس هقف فوق في النقطة X واحد. بالبرجل. وافتح البرجل لحد النقطة D. وبعدين ارسم كوس برضو. ها? هيوصل ما بين الكوسين الصغيرين اللي انا رسمتهم قبل كده. بكده انا اكون رسمت الايه? القطع الناقص او الشكل البيضاوي. بطريقة ايه? الفرجار. يعني استخدمنا البرجل. علشان نرسمه. طبعا يعني الطريقة سهلة. وزي ما احنا شايفين. لا الخطوات بتاعتها ممكن تكون يعني خطوات كتيرة شوية. بس لو مشينا معاها خطوة خطوة. هنقدر ان احنا اه نرسم طبعا الكتر الناقص. ونرسمه ويطلع معايا مزبوط. وبمقاسات مزبوط. تعالوا نطبق الكلام دوت على اللوحة. ونبص كده مع بعض. نشوف هنعمل ايه? علشان برضو نتعلم اكتر. طبعا هنبص على اللوحة كده. ونبدأ مع بعض. نطبق الخطوات اللي احنا قلناها. هنرسم طبعا في البداية. الكترين. الكتر الصغير. والكتر الكبير. الكتر الكبير. هنرسمه كده في نص الايه? اللوحة. اهو الشكل ده. اهو كده. وبعدين هرسم الكتر التاني عمودي عليه. وزي ما احنا اتفقنا. ممكن ارسمه طبعا عمودي عليه ازاي بالمثلس. طبعا اجيب المثلس بالزاوية تسعين درجة. وبعدين نقيم زاوية قايمة من المنتصف. طبعا هننصف الضلع دوت. اهو الكتر ده نصفته. وبعدين بالمثلس. وبالزاوية القايمة. اهو. ويجي كده من عند المنتصف. وهرسم الكتر الايه الصغير. اهو بالشكل ده. طبعا هنكمل بقى لاسفل بقيت الكتر الصغير اهو. كده. يبقى انا دلوقتي رسمت الكترين متعامدين. طيب الخطوة اللي بعد كده. احنا اتفقنا ان احنا بنعمل ايه? هنسمي النقطة الاولى هنسميها ايه? والنقطة التانية هنسميها بي. يبقى ده الكتر الكبير بتاعي. الكتر الصغير هنسميه C و D. ونقطة المنتصف اللي هي نقطة تقاطع الكترين سميناها O. الخطوة اللي بعد كده. عملنا ايه? جينا بالبرجل. واخدنا المسافة بتاعة نص الكتر الصغير. وركزنا في النقطة ايه? اهو بالشكل دوت كده. اخد المسافة اهو بتاعة نص الكتر الايه الصغير كده. اهو. تمام? وبعدين اروح اركز في النقطة ايه? اللي هي بداية الكتر الكبير. وارسم كوس. نحط علامة صغيرة كده. طيب النقطة دي تسميناها اتش. بعد كده بنرسم مثلس على القطعة المستقيمة او اتش. ازاي بالبرجل? واخد المسافة من او لاتش كده. وبعدين ارسم كوس لاعلى. كوس صغير كده. واروح اركز في النقطة او بنفس الفتحة بتاعة البرجل ما غيرهاش واقطع. كده انا حددت ايه? رأس المسلس. اروح بقى موصل. رأس المسلس بالنقطة اتش. شكل ده. ووصلها بالنقطة او. كده. كده انا حصلت على ايه? مسلس متساوي الاضلاع. هنزل طبعا بخط ايه? عمودي. خط قائم. من رأس المسلس ده. على الكتر الكبير. وهيقطعه في نقطة هنسميها النقطة او. بالشكل ده كده. ونسمي النقطة ديه. ان. خطوة اللي بعدها. بالبرجل برضو. واركز في النقطة ان. وافتح البرجل لحد رأس المسلس فوق. اتفاع المسلس. وبعدين انزل بكوس. كده. ربع دايرة كده. اهو. لحد ما يقطعها ليمين? الكتر الاكبر في النقطة هنسميها ام واحد. المسافة دي بقى اللي هي من او لام واحد. هقسها بالبرجل. بالشكل ده. كده. واروح ناحية تانية وحدد نقطة تانية زيها. على اليسار. ونسميها النقطة ام اتنين. بعد كده برسم زواية ستين درجة. الزواية ديت من النقطة ام واحد والنقطة ام اتنين. بالمسلس طبعا. طبعا المسلس الكبير زي ما احنا عارفين. الزاوية الكبيرة ديت هي الزاوية الايه ستين درجة. اروح انا المسلس بتاعي كده. ممكن احط المسطرة تحت المسلس. اهو. تبقى موازية للقطر اللي انا رسمته. وبعدين احرك المسلس كده. لحد ايه? لحد ما اصل للنقطة ام واحد. الشكل ده. وهرسم هنا طبعا. كده. زاوية ستين درجة ايه? لأعلى. وبعدين الزاوية دي طبعا احنا اتفقنا ان احنا ايه? هنطولها لايه? لأسفل. اهو. ننزل بها كده لحد ايه? لحد تحت كده. الشكل ده. وزي ما رسمت الزاوية دي هرسم زاوية تانية ستين درجة من عند النقطة ام اتنين. هحط برضو المسطرة كده تحت اسفل القطر الاجبر. كده تبقى موازية ليه? وبعدين بالزاوية الستين درجة. كده. حرك المسلس لحد ما اصل للنقطة ام اتنين. بالشكل ده. وارسم. اه كده. طبعا لحد ما تتقطع فوق مع الزاوية اللي انا رسمتها الاول. تقطعت معها في نقطة هسميها اكس واحد. اه. يبقى النقطة دي كده هسميها اكس ايه واحد. واطول الزاوية ديت لاسفل. زي ما احنا عملنا. في الزاوية اللي عالمين. اه نطولها كده لاسفل. كده. زي ما رسمت الزاويتين دول. ارسم زاويتين تاني. بس المرة دي هيبقى ايه من اسفل. بالزاوية الستين درجة برضو. بتاعت المسلس. انا قلبت المسلس كده ايه? لاسفل اهو. هيبقى بالشكل ده. وبعد كده. هرسم الزاوية. كده لأسفل اهو. بالشكل ده. وانطول طبعا. الخط اللي انا رسمته. لقعد. وزاوية تانية زيها من عند النقطة ام اتنين. اهو بالمسلس برضو بالزاوية الستين درجة. اللي هي الزاوية الكبيرة دي. وهاجي كده من عند النقطة ام اتنين. وارسم الزاوية التانية. هنزبط المسلس كويس. ها. كده. وبعدين اطول برضو الزاوية. لاعلى. بالشكل ده. طبعا كل الخطوط اللي انا رسمتها دي اللي باللون الاحمر دي خطوط خفيفة. بعد كده هنبدأ نرسم بقى الخطوط ايه? التقيلة. انا برسم قطع ناقص. فالشكل البيضاوي اللي هو القطع الناقص هو اللي هيبقى بخطوط تقيلة. والنقطة اللي تحت دي هسميها اكس اتنين. طيب. دلوقتي انا حددت عندي الاربع نقطة هو زي ما احنا شايفين. النقطة ام واحد والنقطة ام اتنين والنقطة اكس واحد والنقطة اكس اتنين. بالبرجل بقى وهبدأ ارسم الاقواس اللي هي بتاعت القطع الناقص باستخدام البرجل. مستبعا زي ما اتفقنا ان احنا هنرسمها ايه? هتبقى بخطوط ايه? تقيلة بقى. هركز بالبرجل في النقطة ام واحد. كده. وافتح البرجل لحد ايه? لحد النقطة ايه. الشكل ده. وبعدين اروح رسم كوس. اهو يقطع لي الزاويتين اللي انا رسمتهم. اللي هي الزاوية اللي فوق. اهي الزاويتين الكبار. الستين درجة اللي انا رسمتهم. وزيها هروح اركز في النقطة ام اتنين. كده. الشكل ده. وبعدين هرسم برضو كوس اهو يقطع لي الزاويتين اللي انا رسمتهم. اللي هما الزاوية الستين درجة اللي رسمتهم على اليسار. كده. وبعدين اركز في النقطة اكس. ايه ممكن نبدأ مثلا بالنقطة اكس اتنين اللي هي اللي تحت. وافتح البرجل لحد النقطة سي. اللي هي بداية الكتر الصغير. تمام? وتأكد انها هتلمس لي. اهو. كده. اهو. الشكل ده كده. مزبوط البرجل كويس. علشان لما اجا اوصل اتأكد انها ايه? هتوصل ايه? صح اهو. واوصل اهو كده. اهو. وصلت كده لايه? الكسين اللي انا رسمتهم. اللي علي مين واللي علي سور. طيب. زي ما عملت دي. هروح اركز فوق في النقطة اكس واحد. بالبرجل. وافتح البرجل. هي تقريبا هتبقى نفس الفتحة يعني. بس نتأكد برضو انها جاية مزبوط. اهو. وبعدين ارسم الكوس. ها? يوصل لي الكوسين اللي انا رسمتهم الصغيرين. ويمر بالنقطة دي. اللي هي اللي اسفل. وبكده يبقى انا رسمت الايه? القطع الناقص او الشكل الايه? البيضاوي بطريقة الفرجار. طبعا الطريقة يعني سهلة زي ما احنا شايفين. لو مشينا بالخطوات كده خطوة خطوة. وبهدوء. هنرسم الرسمة المطلوبة مننا. ومش هنغلق. وبعدين نرعي طبعا ان الخطوط بتاعتنا زي ما انا قلت من البداية. في خطوط بنرسمها تبقى تقيلة. وفي خطوط تبقى خفيفة. يعني احنا دلوقتي بنرسم ايه? الشكل البيضاوي او القطع الناقص. فالخطوط اللي انا رسمتها باللون الاحمر دي كلها بنسميها خطوط ايه? خطوط مساعدة. اللي هي زي الزاوية اللي احنا رسمناها والاقواس اللي هي باللون الاحمر. والمثلس الصغير اللي احنا رسمناه. طيب. الخطوط ديت انت لما تيجي ترسمها بقى ترسمها بخطوط ايه? خفيفة. بعد كده لما اجي ارسم الاقواس بتاعة القطع الناقص بالبرجل اتقل عليها. عشان الشكل البيضاوي نفسه هو اللي بقى ظاهر قدامي. تعالوا بقى نشوف الطريقة التانية لرسم القطع الناقص او الشكل البيضاوي. ونبص مع بعضي كده على الشاشة. الطريقة التانية طريقة الاشعة. رسم القطع الناقص بطريقة الاشعة. طيب اول خطوة. هنا طبعا برضو في المثال بنقول هنرسم القطع الناقص. والمقاسات بتاعته القطر الكبير اتناشر سنتيمتر والكتر الصغير تمانية سنتيمتر. هرسم الكترين. ايه? وبين? ده الكتر الكبير طوله اتناشر سنتيمتر. وهنصفه وارسم الكتر الاصغر عمودي عليه. زي ما احنا شوفنا بقى في الخطوة الاولانية. طيب وبعد كده طبعا الكتر الصغير طوله تمانية سنتيمتر. بيبقى اربع سنتيمتر فوق. واربع سنتيمتر ايه? لأسف. وهنسميه دي. الخطوة اللي بعد كده تقاطعه طبعا مع بعض في المركز هنسميه او. هاجي من عند النقطة بي. وهرسم خط عمودي بالشكل دوت. الخط العمودي دوت هنعمله برضو بخط خفيف. وقد طول الكتر الصغير. وهروح برضو عند النقطة ايه? وارسم برضو زيه خط عمودي عليه. وبعدين هوصلهم ببعد. يبقى انا كده كاني رسمته مستطيل. او بالشكل دوت. كاني رسمت ايه مستطيل? حوالين الكترين. الكتر الاكبر والكتر الايه? الاصغر. طيب الخطوة اللي بعد كده باخد عندي بحدد نقط على الكتر الاكبر زي ما احنا شايفين. وهسمي الجزء دوت هقسمه من بي ل او هقسمه العدد من الاقسام المتساوية. يعني هنا مثلا انا حطيت كم نقطة ادي واحد اتنين تلاتة. ممكن ازود عدد النقط ديت. بس المهم ان هما هيكونوا ايه? اقسام ايه? متساوية. وبالمثل هاجي الكتعة المستقيمة اللي هي من بي ل اكس. وبرضو هقسمها لنفس العدد ايه? الاقسام المتساوية. يعني كده نحط علامة هنا ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة. خلاص? والربعة طبعا هي النقطة ايه? اللي فوق اللي هي اكس. وبعد كده بوصل اشعة من النقطة سي للنقطة واحد. وبعد كده من النقطة سي للنقطة اتنين. وبعد كده من النقطة سي للنقطة تلاتة. طيب. قبل ما نتنقل للخطوة اللي بعد كده. الاقسام المتساوية ديت. عشان بس محدش يتوه ويقولت او انا هقسمها ازاي? انت ممكن تعمل ايه? انت عندك المسافة ديت من بي ل اكس. دي تساوي نص القطر الاصغر. اللي هي اربعة سنتيمتر. فانت ممكن تقسمها ازاي? سنتيمتر واحد سنتي. وبعدين واحد سنتي. وبعدين واحد سنتي. واحد سنتيمتر. فهيطلعوا عندك دلو كام? اربعة سنتيمتر. طيب. القطر الصغير. المسافة ديت كام? نص الكطر الصغير هنا? هو الكطر كله اتناشر. يبقى نصه كام? ستة سنتيمتر. انا لو جيت اقسمه برضو لاربع اجزاء متساويين. زي ما احنا شايفين كده. يبقى الواحدة منهم تبقى كام? سنتي ونص. يبقى انت تقيس كده سنتي ونص وتحط علامة. وبعدين سنتي ونص وتحط علامة تبقى رقم اثنين. وبعدين سنتي ونص وتحط علامة تبقى رقم ثلاثة. ودي سنتي ونص تبقى ايه? وصلت للنهاية عند النقطة او. بعد كده انا وقفت عند النقطة سي ورسمت اشعة. تمر من النقطة سي للنقطة واحد واثنين وثلاثة. الخطوة بقى اللي بعدها? انزل تحت عند النقطة دي. وهوصل اشعة من النقطة دي للنقطة واحد. والشعة دوت اكمله كده الفوق لحد ما يوصل لمين? يتقطع مع الشعاع رقم واحد. اللي انا رسمته في الاول. يعني يبقى بالشكل ده. اهو. رسمت كده ايه? ايه دي? الشعاع. ومر بالنقطة واحد. وتقطع مع مين? مع الشعاع رقم واحد. ويقفن. نيجي بقى الشعاع التاني. يمر بالنقطة اتنين. اهو. وكمله لحد ما يوصل للشعاع رقم اتنين من فوق. وبعدين عند النقطة رقم تلاتة. هرسم برضو من النقطة دي شعاع. يمر بالنقطة تلاتة. وكمله لحد ما يوصل لمين? للشعاع رقم تلاتة. يبقى لو تاخد بالك كده. انا حصلت هنا ايه? على النقط اللي هي دي هي. النقط دي بقى هوصلهم ببعد بعد كده. فاحصل على ايه? احصل على اه ربع الكتع الناقص. اهو. بالشكل ده. لو وصلتهم ببعد كده. ها? بايدي. مش بالبرجة البقى. هوصلهم بايدي كده. النقط دي. من النقطة بيه. لنقطة الايه? التقاطع مع الاشعة. نفس الخطوات دي هكررها. بس على اليمين في الربع التاني. يعني نعمل ايه? نقسم برضو بالشكل دوت. المسافة من او ل ايه? هقسمها برضو لنفس عدد الاقسام المتساوية. ادي واحد اتنين تلاتة. خلاص? وبرضو اه الخط اللي هو العمودي. هنقسمه برضو لنفس عدد الاقسام المتساوية. ادي واحد اتنين تلاتة. زي ما احنا بالزبط عملنا في الخطوة الاولانية. يبقى المسافة ديت كده من من ايه? الواحد؟ واحد سنتي. ومن واحد الاتنين و ومن اتنين لتلاتة وواحد سنتي. ومن تلاتة لفوق خالص تبقى واحد سنتي. طيب المسافات دي دي هتبقى واحد ونص واحد ونص واحد ونص. بنرسم ايه اشعة برضو من النقطة س للنقطة ايه واحد واثنين وثلاثة او بالشكل ده. ادي شعاع الاول وبعدين الشعاع التاني و ادي شعاع التالت. بعد كده هقف في النقطة دي. واوصل اشعة من النقطة دي للنقطة واحد. واكملوا على امتدادها لحد ما تقطع شعاع رقم واحد اللي انا رسمته في الاول. وبعدين اوصل شعاع تاني من النقطة دي للنقطة اثنين بالشكل ده. لحد ما توصل لمين? للشعاع رقم اثنين. وبعدين من النقطة دي ارسم شعاع تالت يمر بالنقطة ثلاثة. ويوصل فوق عند النقطة عند الشعاع رقم ثلاثة. بعد كده اوصل نقطة التقاطع اللي انا حصلت عليها من تقاطع الاشعة دي مع بعد. يبقى انا كده هرسم ايه? الربع التاني من القطع النقص. نفس الخطوات هكررها بقى ايه? في النص الاسفل. او برضو نفس الكلام بقى نقسم الجزء دوت اللي هو العمودي. كده لتلات نقط برضو. ومسافات متساوية زي ما احنا عملنا فوق بالزبط. وبعدين هوصل اي شعاع من النقطة دي اللي هي النقطة القريبة بقى. من النقطة دي لمين? للنقطة واحد. وبعدين من النقطة دي للنقطة اتنين. وبعدين اوصل شعاع من النقطة دي للنقطة تلاتة. بالشكل ده. وبعدين اطلع فوق عند النقطة سي. ووصل اشعة من النقطة سي للنقطة واحد. وكمل الشعاع لحد ما ايه? ما يتقاطع مع الشعاع رقم واحد اللي انا رسمته في الاول. اهو. وبعدين ارسم شعاع اخر من النقطة سي يمر بالنقطة اتنين. كده. ويتقاطع مع مين? مع الشعاع رقم اتنين. وبعدين ارسم شوعة كمان من النقطة سي يمر بالنقطة تلاتة. ها واكملوا الحد ما يوصل لشوعة رقم ايه? تلاتة. نقطة التقاطع برضو اللي انا حصلت عليها. هوصلها مع بعض بالشكل ده. يبقى كده حصلت على ايه? الربع التالت من القطع الناقس. هنكرر العملية تاني. في الربع الرابع. برضو هقسم الخط اللي هو العمودي. اللي هو من النقطة بي ها لأسفل كده. نقسمه برضو لنفس عدد الاقسام المتساوية. هده النقطة واحد. وبعدين نقطة اتنين. وبعدين نقطة ايه? تلاتة. كده احنا قسمناه لايه? اربع اقسام متساويين. زي ما احنا شايفين كده. كل مسافة واحد سنتي واحد سنتي واحد سنتي واحد سنتي واحد سنتي. هنرسم اشعة برضو من النقطة القريبة من النقطة دي. وارسم شعاع للنقطة واحد. وبعدين من النقطة دي ارسم شعاع اخر للنقطة اتنين. وبعدين ارسم شعاع اخر من النقطة دي للنقطة تلاتة. بعد كده هقف في النقطة سي. وارسم شعاع يمر بالنقطة واحد. ها? ويتقطع مع مين? مع شعاع رقم واحد. اهو بالشكل ده. وبعدين من النقطة سي ارسم شعاع يمر بالنقطة رقم اتنين. وكمله لحد ما يتقطع مع الشعاع رقم اتنين. وبعدين من النقطة سي. اهو للنقطة ثلاثة. ارسم شعاع. لحد ما يتقطع مع الشعاع رقم ثلاثة. نفس الكلام برضو. نقطة التقاطع اللي انا حصلت عليها. ده هي. هوصلها مع بعض. فاحصل على الكتعة الناقص بقى بالكامل. طبعا الطريقة دي اسمها رسم الكتعة الناقص بطريقة ايه? بطريقة الاشعة. اه طبعا زي ما احنا شايفين يعني برضو الخطوط اللي هي اه اللي باللون الاحمر دي. دي خطوط خفيفة. ولكن الاقواز بقى بتاعتي اللي هي الكتعة الناقص او الشكل البيضاوي نفسه. دي انتقل عليها. علشان هو ده الرسم الاساسي اللي انا برسمه. العملية الاساسية انا برسم ايه? برسم الكتعة الناقص. يبقى معنى كده ان الكتعة الناقص نفسه هو اللي هيبقى ايه? وكل الخطوط اللي احنا رسمناها التانية دي هتبقى بخطوط ايه? بخطوط خفيفة. في طريقة تالتة لرسم الكتعة الناقص او الشكل البيضاوي اللي هي باستخدام الاقواس المتقطعة. اه طبعا هتبقى طريقة مختلفة برضو. تعالوا نشوفها مع بعض ونطبقها كمان خط وخط. عندي رسم الكتعة الناقص بطريقة الاقواس المتقطعة. في المثال برضو بيقول لي ارسم الكتعة الناقص طريقة الاقواس المتقطعة. اذا كان الكتر الاجبر اتنشر سنتيمتر والاصغر تمانية سنتيمتر. نفس الخطوة برضو اللي عملناها في المثال السابق. هارسم الكتر الاجبر اي بي طوله اتنشر سنتيمتر. وبعدين ارسم خط اه او الكتر الاصغر عمودي عليه من المنتصف. بالشكل ده. طبعا الكتر الصغير بقى تمانية سنتيمتر يبقى فوق اربعة سنتيمتر وتحت اربعة سنتيمتر. بعد كده هيتقطعه في النقطة ها في نقطة الايه المركز زي ما احنا شفنا كده. الكتر الكبير اسمه اي بي والصغير اسمه سي دي. هاخد انا بقى المسافة بالبرجل ما بين اه النقطة ايه لحد نقطة التقاطع ما بين الكترين. اللي هي النقطة المنتصف يعني. اللي هي هنا كيام ستة سنتيمتر. يعني نص الكتر الاجبر. واركز فوق في النقطة سي. وارسم كوس على اليسار وكوس اخر على اليمين. ماشي? يقطع لي الكتر الاكبر في النقطتين. او واتش. يبقى احنا كده اخدنا المسافة بالبرجل. اللي هي تساوي نص الكتر الاكبر. واركز فوق في النقطة سي. اللي هي بداية الكتر الصغير. ورسمت هنا كوسين صغيرين. خلاص? الكوسين دول تقطعوا مع الكتر الاكبر في النقطتين او واتش. طب الخطوة اللي بعد كده. باجي بقى ليه المسافة اللي هي من النقطة او لحد نقطة المنتصف دي. واقسمها لعدد من الاقسام. يعني احط فيها ايه? علامات كده. تبقى دي النقطة واحد. ودي النقطة اتنين. ودي النقطة ثلاثة. طيب. بعد كده. باجي بقى بالبرجل واخد المسافة. من ايه? لحد النقطة رقم واحد. من ايه? لحد النقطة واحد. واركز بالبرجل في النقطة اتش. وارسم كوس لاعلى. وكوس اخر لاسفل. على اليسار كده زي ما احنا شايفين. وبنفس الفتحة. اللي هي من ايه? للنقطة واحد. هركز بقى في النقطة التانية اللي هي او. وارسم كوسين على اليمين بقى. كوس لاعلى. وكوس لاسفل. بالشكل ده. طيب. اروح بقى اخد المسافة الصغيرة. من النقطة واحد برضو. بس المرة دي المين? للنقطة بي. يبقى المرة الاولانية. احنا اخدنا المسافة من واحد لايه? المسافة كبيرة دي. وركزنا في النقطة اتش. ورسمنا كوسين. كوس لاعلى وكوس لاسفل. وبنفس الفتحة ركزت في النقطة او. ورسمت كوسين واحد لاعلى واحد ايه? لاسفل. اخد بقى المرة دي المسافة الصغيرة. من النقطة واحد للنقطة بي. بالبرجل. واركز في النقطة او. وارسم كوس يقطع لي الكوس الاول. وارسم كوس تاني الاسفل. يقطع الكوس التاني. تحت كده. يبقى دي اقواس متقطعة هيخدوا بالكم. ما هي الطريقة? اسمها طريقة ايه? رسم الكطع الناقص بالاقواس المتقطعة. بنفس الفتحة اللي هي من واحد لبي. اروح اركز في النقطة اتش. واقطع الكوسين اللي انا رسمتهم. الكوس الاعلى والكوس التاني ايه? الاسفل. هنكرر بقى العملية دي. بس هاخد المرة دي المسافة من اتنين لحد النقطة ايه? يبقى بالبرجل اخد المسافة المرة دي من اتنين للنقطة ايه? واركز في النقطة اتش. وارسم كوس على اليسار لاعلى وكوس اخر لاسفل. وبنفس الفتحة اروح اركز في النقطة او وبعدين ارسم كوسين على اليمين. كوس لاعلى وكوس لاسفل بالشكل ده. وبعدين اروح بقى بالبرجل اخد المسافة من النقطة اتنين لحد النقطة بي. واركز في النقطة او. واركز على الكوسين اللي انا رسمتهم. هدي كوس لاعلى وكوس تاني لاسفل. وبنفس الفتحة اللي هي من اتنين ليه? هروح اركز في النقطة اتش. وارسم كوسين تانيين. كوس لاعلى. ها? وكوس ايه? لاسفل. عشان يتقطعوا مع الاقواس اللي انا رسمتها قبل كده. هكرر برضو نفس العملية نفس الخطوة. بس المرة دي هيبقى اركز بالبرجل في النقطة ثلاثة. وافتح البرجل لحد النقطة ايه? يبقى اخد المسافة من ثلاثة الى النقطة ايه? طيب بعد كده اركز في النقطة اتش. وارسم كوس لاعلى وكوس تاني لاسفل. وبعدين بنفس الفتح اروح اركز في النقطة او. وبعدين ارسم كوسين على اليمين واحد لاعلى والتاني لاسفل. ناخد بقى المسافة دلوقتي بالبرجل من النقطة تلاتة الى النقطة بي. من بعد كده اركز في النقطة او. واقطع الكوسين اللي انا رسمتهم. كوس لاعلى وكوس تاني لاسفل. وبنفس الفتحة اللي هي من ثلاثة الى بي. واروح اركز في النقطة اتش. وبعدين ارسم كوس لاعلى في قطاع للكوس الاولاني. وارسم كوس تاني لاسفل. بالشكل ده. ناخد بالنا بقى شايفين كده الاقواس المتقطعة اللي انا حصلت عليها دي. هاوصل نقطة التقاطع دي ببعدها. فاحصل على ايه? احصل على الشكل البيضاوي او القطع الناقص المطلوب. تعالوا نوصل كده مع بعد. هاوصل من النقطة بي اهو للنقطة سي. كده. وتمر طبعا ايه? بنقطة التقاطع اهي اللي انا حصلت عليها? الاقواس المتقطعة. وبعد كده اوصل من النقطة سي اهو. كده لحد النقطة ايه. وبعدين هاوصل من النقطة ايه? برضو تمر بلا ايه? الاكواس المتقطعة لحد النقطة دي. وبعدين اوصل من النقطة دي. كوس برضو يمر بالاكواس المتقطعة اللي اسفل لحد النقطة دي. يبقى انا كده حصلت على ايه? على القطع الناقص او الشكل البيضاوي بطريقة تانية اللي هي طريقة ايه? طريقة الاكواس المتقطعة. طبعا زي ما احنا شايفين يعني طرق مختلفة لرسم الايه? القطع الناقص. بس طبعا الطريقة دي اللي هي الاكواس المتقطعة. انا لما باجي اوصل النقطة التقاطع ببعدها. مش بوصلها بالبرجل. بنوصلها بادينا. فنراعي بقى ان احنا لما نيجي نوصل كده النقط دي ببعدها نوصلها بحرص. علشان يبقى الخط يبقى شكله كويس. ما تبقاش انت بترسم الشكل بيضاوي وتلاقي الخط بتاعه متعرج يعني وشكله مش مزبوط خالص. تعالوا ننفذ العملية دي بسرعة كده. ونشوف الخطوات مع بعد. بالادوات بتاعتنا. كده. تعالوا ننفذها. ونمشي خطوة خطوة عشان نتعلم مع بعض. طبعا اول خطوة زي ما احنا اتفقنا هنرسم الكطرين. الكطر الاكبر. والكطر الايه? الاصغر. انا طبعا يعني ايه? هكبر المقاس شوية. علشان يعني تبقوا شايفين بوضوح اكتر يعني. فهبدأ ارسم طبعا الكطر الكبير. كده. في نص الصفحة بتاعتي. بالشكل ده. وبعد كده. هنصف طبعا الكطر دوت. وارسم كطر تاني. الصغير عمودي عليه. بالمسلس طبعا زي ما احنا اتفقنا. بالزاوية القايمة. كده. وارسم طبعا خط ايه? عمودي عليه. وبعد كده هكمل طبعا الايه? الكطر الصغير دوت. هكمل بقى المقاس بتاعي اهوت. فوق وانزل بي ايه? الاسفل. كده. كده رسمت الكطرين ايه? متعامدين. طيب الخطوة اللي بعد كده كنا بنعمل ايه? كنا بناخد نسمي الاول طيب دول كده. قادي النقطة ايه? وقادي النقطة بي. وفوق النقطة سي والنقطة دي. يبقى دول الكطرين بتوعي. الكطر الكبير ايه بي والكطر الصغير سي دي. الخطوة اللي بعدها بعمل ايه? هروح واخد المسافة بتاعة نص الكطر الصغير الكبير. نص الكطر الايه? الكبير. واركز في النقطة سي بالبرجل. اهو ناخد بقى المسافة دي كده. من ايه? لحد ايه? نقطة الايه المنتصف. اهي. نص الكطر الايه الكبير. واروح اركز في النقطة سي فوق. وبعدين ارسم كوس كده. يقطع لي الكطر الكبير. في النقطة او. وكوس تاني على اليمين? يقطع في النقطة اتش. ودول هنسميهم الايه? البقرتين بتوعي الكطر الايه النقص. وهنسمي النقطة دي او. والنقطة التانية هسميها اتش. طيب الخطوة اللي بعد كده احنا قلنا هنعمل ايه? هنحط نقط هنقسم يعني الجزء دوت لمسافات معينة. هنحط عليه نقط يعني ايه? واحد. ايه دي اتنين. ايه دي تلاتة. ونرقمهم. ايه دي النقطة واحد. ودي النقطة اتنين. ودي النقطة تلاتة. الخطوة اللي بعد كده بالبرجل البقى. وهنبدأ نعمل ايه? ناخد المسافة من النقطة ايه? لحد النقطة واحد بالشكل ده كده. اهو افتح البرجل كده. كده. من ايه? لواحد. واركز في النقطة اتش. وارسم كوس لأعلى. وكوس تاني لأسفل. وبعدين بنفس الفتحة. اروح اركز في النقطة او. وارسم كوسين تاني على اليمين. كوس لأعلى. وكوس تاني لأسفل. بالشكل ده. وبعدين بالبرجل. وناخد المسافة من النقطة واحد للنقطة بي. من واحد لبي. وبعدين اركز في النقطة او. واقطع القوس اللي انا رسمته في الاول. فوق وتحت. بالشكل ده. واروح الناحية التانية عندي اتش. واقطع الاقواس اللي انا ايه? رسمتها. طبعا الاقواس لو جات بعيدة. هنرجع ناخد المسافة تاني. اهي من ايه? لحد النقطة واحد. كده. واطول الاقواس ديت شوية. اه. عشان تتقطع معاها. كده. وبعدين اهو. اروح اقف النقطة بي. كده. انا طولت الاقواس شوية هوت علشان يتقطع ايه? مع بعض. طيب. نكرر بقى العملية تاني نفس الخطوة. بس هناخد المسافة. من ايه? لحد النقطة اتنيه. كده. من ايه? لاتنيه. واركز في النقطة اتش. وارسم قوس لأعلى. بالشكل ده. وقوس تاني. لأسف. اهو. وبعدين اركز في النقطة او بنفس الفتحة. وارسم قوس لأعلى. وقوس تاني. لأسفل كده. وبعدين اخد المسافة بالبرجل من النقطة اتنين لحد النقطة بي. واركز في النقطة او. واقطع القوس لأعلى. واقطع القوس التاني لايه? الاسفل. وبنفس الفتحة اركز في النقطة اتش. واقطع القوسين بالشكل ده. وبعدين من النقطة ايه? هنكرر برضو العملية تاني. لحد النقطة رقم تلاتة. وبعدين اركز في النقطة اتش. وارسم قوس لأعلى. وقوس لأسفل. بالشكل ده. وبنفس الفتحة هروح ارسم قوسين تاني. على اليمين. قوس لأعلى. وقوس ايه? لأسفل بالشكل ده. واخد المسافة من النقطة تلاتة لحد النقطة بي. واركز في النقطة او. ونقطع القوسين لأعلى والاسفل. وبعدين اقف في النقطة اتش. واقطع الاقواس ها? الاعلى والاسفل. يبقى كده حصلت على الاقواس المتقطعة المطلوبة. اروح موصلهم ببعض. علشان احصل على الشكل البيضاوي او القطع الايه? القطع الناقص. طيب تعالوا نوصلهم مع بعض كده. او زي ما قلنا نوصل ايه? بحرص كده. علشان اه. من النقطة سي. كده. لحد النقطة. نقطة التقاطع. الاولى والتانية والتالتة ايه? وانزل برضو كده. شوف بكوس برضو كده. ها? مش تروح نازل بخط مستقيم. اهو تنزل بكوس برضو كده لحد النقطة ايه? وبعدين نكمل. ها هاتي اللي فوق. الشكل ده. ونوصل كده لنقطة ايه? وبعدها. نقطة تقاطع اللي حصلت عليها. كده لحد النقطة ايه? وبعدين نوصل من النقطة ايه? للاقواس المتقطعة اللي انا حصلت عليها الاسفل. بالشكل ده. كده. وبعدين نوصلهم برضو. الجزء اللي على اليسار. عشان احصل على الايه? القطع الناقص ايه? بالكامل بقى. كده. يبقى انا كده حصلت علي الكتع الناقص بطريقة ايه? الاكواس المتقطعة. طيب تعالوا نبص كده بسرعة علشان في حد يعني كزا حد كان طلب مني ازاي الخطوات بتاعة رسم الاستوانة. طبعا رسم الاستوانة المشكلة فيها ان انت بترسم كتع ناقص شكل بيضاو. فاحنا تعلمنا النهارده نرسم الايه? الكتع الناقص. تعالوا بقى نشوف الاستوانة بسرعة كده الخطوات بتاعتها مش هتاخد وقت. نبص كده على الشاشة مع بعض. ونشوف طبعا طريقة رسم الاستوانة. لو قلنا ارسم استوانة اه قائمة عمودية. ازا كان كتر القاعدة بتاعتها اللي هي الدايرة يعني بتاعتها كترها مسلا خمسة سنتيمتر. فعلى طول احنا بنعمل ايه? بنرسم طبعا ده منظور هندسي. فبنرسم ايه? بنرسم خط الاساس. خط افكي خفيف كده. وزاويتين ستين درجة. ايه زاوية قايمة عمودية. وبعدين زاوية ستين درجة ناحية اليمين. اه تلاتين درجة. اه وزاوية تانية تلاتين درجة ناحية اليسار. بالشكل ده. وبعدين اخد المقاس بقى بتاع الخط اللي على اليمين دوت. يبقى يساوي ايه? كتر الاستوانة. اللي هو القاعدة بتاعتها احنا قلنا على شكل دايرة. فقطرها كان مسلا خمسة سنتيمتر. يبقى دي خمسة. واللي عليسار دي برضو زيها ايه? خمسة. طب بعد كده بروح رسم بقى الارتفاع بتاع الاستوانة. وليكن الارتفاع بتاعها تمانية سنتيمتر. يبقى انا اروح رسم الخط القائم ده تمانية سنتيمتر. وده تمانية. وهنا برضو تمانية سنتيمتر. ووصلهم ببعض. كده. يبقى انا كده رسمت ايه? الشكل ده بالزبط كأنه منشور رباعي. والقاعدة بتاعتها كمان هي? هكملها. طبعا الخط ده بزاوية برضو تلاتين درجة. ها? وده برضو بزاوية ايه? تلاتين درجة. ده برضو طوله هيبقى كام? خمسة سنتيمتر زي ده. يعني الاضلاع كلها ايه? بتاعت القاعدة? مربع. فيبقى متساويين. واللي فوق برضو زي بعد متساويين. انا بقى عايز ارسم هنا الاستوانة بقى داخل المنشور ده. فنرسمو ازاي. هاروح انا جاي منصف الاضلاع من اسفل. ونرسم خط خفيف كده. والدلعين المتقابلين الناحية التانية ننصفهم برضو بالنص يعني. ونرسم خط خفيف كده. ومن الزاوية الكبيرة ده هيه? اروح انا مواصل من الزاوية الكبيرة هنا للنقطة اللي قدامها على طول. طب هنركم دول ادي واحد اثنين تلاتة اربعة. هواصل من الزاوية الكبيرة للنقطة اربعة? ومنها للنقطة رقم تلاتة. وبعدين من الزاوية الكبيرة اللي فوق الزاوية المنفرجة دي اوصل للنقطة رقم واحد واثنين ادي واحد و ادي ايه اتنين كده انا حصلت على ايه نقطة التقاطع اللي عليمين دي و نقطة التقاطع اللي علي يسار دي دول مركزين هرسم منهم الأقواس بتاعت الكطع الناقص الشكل البيضاوي يبقى انا هقف هنا بالبرجل وأرسم كوز هنا ايه صغير عاللي مين واقف في النقطة التانية اللي علي يسار دي اللي انا بشاور عليها واوصل كوس من النقطة 2 للنقطة 3 وبعدين اركز في النقطة الزاوية المنفرجة اللي تحت اللي هي الكبيرة واوصل النقطتين 3 باربعة بس ناخد بالنا عشان دي طبعا هتبقى في الجزء الخالفي هتبقى مختفية فهنعملها شرط خط متقطع وزيها برضو اركز في النقطة اللي فوق بتاعت الزاوية المنفرجة اللي فوق واوصل النقطتين 1 ب2 نفس اللي عملته هنا هكرره تاني فوق طيب ما هي الاستوانة طبعا لها قعدتين ادي القعدة السفلة رسمناها فوق هنرسم نفس الخطوات هنصف برضو الاضلع ادي الضلعين المتقابلين والضلعين التانيين برضو نصفتهم ووصلت بينهم خط خفيف هنرقمهم 5 6 7 8 اوصل بقى من الزاوية الكبيرة للنقطة 8 وللنقطة 7 ووصل من الزاوية الكبيرة اللي فوق للنقطة 5 وللنقطة 6 حصلت برضو على نقطة التقاطع اللي هركز فيها بالبرجل اللي انا بشاور عليها دي ووصل بالبرجل ما بين النقطة 5 والنقطة 8 وزيها الناحية التانية هوصل ما بين النقطة 6 والنقطة 7 وبعدين اوصل بقى من اوقف بالبرجل برضو ماشي ووصل ما بين 7 و 8 واقف فوق ووصل ما بين 5 و 6 اوصل بقى مماس من خلاص خلصناها خلاص فاضل اخر خطوة بنوصل مماس من الشكل البيضاوي اللي فوق ها من القعدة اللي فوق والقعدة اللي تاعة وزيه برضو على اليسار يبقى كده حصلنا على الاستوانة بتاعتنا اه طبعا الوقت تجري مننا بسرعة النهاردة يعني يا رب تكونوا استفدتوا معانا وان شاء الله اشوفكم على خير في الحلقات اللي جاية ويا ريت الرسومات اللي احنا خدناها النهاردة والعمليات ديت نرسمها ونطبقها وبالادوات وبالمقاسات اللي احنا عملناها وممكن تبعطولنا الرسومات ديت على التعليقات على الفيديو ده وتلم ينزل على اليوتيوب اه على قناتنا قناة مصر للتعليم الفني ولو فيه اي استفسار ولا اي سؤال اسألوا هنجاوبك ربنا يوفقك واشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته